حل ظهر اليوم الناخب الوطني جمال بالماضي بأرض الوطن وبالضبط بمطار هواري بومدين بالعاصمة وذلك تحسبا للتربص المقبل للخضر الذي ستتخلله مبارتين ضمن تصفية كأس العالم ضد منتخب الصومال وموزنبيق يومي 16 و19 من الشهر الجاري وقبل ذلك سيشارك الناخب الوطني غدا في ورشة عمل بجامعة الجزائر ثلاثة حول عوامل نجاح المنتخب الوطني في كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر ترجمة نانسي قنقر